مرحبا بكم مع امولا شاركت معكم طريقة اللي نفوح بها انا جايش كفيش النجم ونقتصروا الوقت ونحضروا الخلطة متاعنا جاهزة اليوم نرجع تحت طلبكم بش نعمل الا الخلطة متاع الحوت و الا السمك ولا اي نوع متاع في خوي دماغ خذيت هوني الاصحيين متاعي خذيت هوني مغرفة معناها كبيرة فلفل فلفل احمر بتبعه هوني عندي في مغرفة صغيرة زده فلفل اكحل بزيد بكرة الحال كامون لاختر اي نوع متاع في خبيد ماغ يزمون نستعملو الكمون مغرفة ونص تقريبا كبار بش نوريكم اينا طريقتي واكيد كل واحد والطريقة امتاعو هوني ثوم بودرة زده كيف كيف شناخو هيكا مغرفة كبيرة اللي ما عندوش نجم بعد ما يخرج ما يخلط لفحات الكل ويجيبش يستعمل الحوت يحط الثوم العادية ذي كان نستعملو هوني مغرفة زده كيف كبيرة كبيرة تابل معدنوس كيف كيف شايح اللي ما عندوش من بعد زده كيف كيف نجم استعمل المعدنوس اللي نشريوه حاضر وقت يخلط معناها الخالي تمتاعو ويحضر الحوت متاعو بش يشفيه وقلبش يطايبو يخرج معناها يستعمل المعدنوس الحاضر أنا عندي شيح نستعمل وني بالنسبة للحتيوتوتا وهو الهيل هذية هو نستعمله في برشة أنواع متاع حلوة الحقيقة بنين برشة غالي صحيح لك تجمو نتاخده حتى في 2003 تستعملوه بنين 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 في أي نوع متاع حوت ولا زادة حتى الحلويات أنا نستعمل مغرفة كبيرة كوركم نخلط المكاملة المتاعي الكل كما قلت لكم بعد ابتدت الحال كنخرج نجمو نضيفه الثوم كيد نحضروا معناه وكل وقت اللي بش نجيو نستعملو نحطوا شوية ثومة ذيك اللفخين نحطوا زادة المعدنوس القارس يعني ذوكم الحاجات النجمو نضيفهم هذه هي الخلطة اللي نستعملوها احنا تكون عنا جاهزة سواء للحوت ولا للجيش باش نبعده وكي يبدأ عنا حاضر مش نقعدوا يعني يخرجوا في الليبو كل ونقعدوا يعني اللوجوا على اللفحات هوني هذه هي الخلطة بتاعي إن شاء الله تعجبكم وما تنسي وش كالعادة تشيركوني زادة انتوما طريقة متاعكم تعتفيح لايك وباختاج انفيدو الناس الكل نحبكم برشا في امان الله موسيقى